تتصاعد حدة الخلافات وتتباين الآراء حول الوجود العسكري الأمريكي في العراق مع قرب الانتخابات المقبلة فبين مؤيد ومعارض يقف العباد حائرا بين تخفيض عديد تلك القوات كما ترغب جهات مدعومة من إيران وبين بقائها لوجود أسباب أمنية عاد الحديث مجددا حول مصير الوجود الأمريكي في العراق بعد دعوات لاستصدار قرار لجدولة انسحابه من العراق وعلى الرغم من حساسية الموضوع وتداخل وتباين المواقف إزاءه إلا أن قرب الانتخابات وعودة داعش إلى المناطق الغربية من العراق فضلا عن تهديد بعض فصائل الحجد الشعبي باستهداف القوات الأمريكية تضع كل هذه الأطراف أمام خيارات قد تضعف حكومة العباد التي تحاول استثمار دور التحالف الدولي في دعم العراق في حربه ضد داعش وطبقا للراشح من المشهد السياسي فإن أغلب الأطراف في العراق لا ترغب بانسحاب القوات الأمريكية في الوقت الحاضر لكنها لا تستطيع أن تصرح بذلك بشكل علني خوفا من رأي الشارع وإيران وحلفائها في العراق ويقابل الحاجة لبقاء القوات الأمريكية جبهة رافضة لبقائها وهي أجنحة أغلبها مسلحة وقريبة من إيران إلى حد التهديد بالسهدافها وما بين الرفض والدعوة للبقاء يقف العباد حائرا يحاول أن يمسك العصى من الوسط بموقف خجول بالتأكيد على أن هناك خطة لخفض عدد قوات التحالف تدريجيا لكنه استدرك أن الخطر ما زال موجودا في سوريا وأن العراق بحاجة لتغطية منطقة كبيرة من الجو ملاصقة للحدود وتشير المعلومات إلى وجود أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي في العراق يساعدون في مهمة تقديم المشورة والمساعدة مع الجيش العراقي وهذا الرد والأخذ في موضوع مغادرة القوات الأمريكية سيتصاعد كلما اقتربنا من موعد الانتخابات لسيما وأن العبادي بطرحه خطة خفض القوات يبحث عن مكاسب انتخابية جديدة للتقرب من بعض المعترضين وعلى أي حال فإن مصير القوات الأمريكية قد تقرره نتائج الانتخابات المقبلة واحتمال صعود قوى فاعلة من الحجد الشعبي إلى سلطة القرار السياسي نهيك عن ارتباطه بتطورات الوضع في الإقليم والموقف الأمريكي من إيران